بالنسبة ليه آية تقدري تختمي يا جوز يعني أنك أنت تختمي من المصحف سواء في صلاة الفريدة أو النافلة وعندنا الدليل على كده حديث غلام ستنا عائشة اللي هو كان بيقوم بخدمتها ورعايتها ذكوان فكان يأمها في الصلاة ويقرأ من أوراق المصحف بالنسبة ليه السؤال الثاني الولدة والدتك مش حافظ غير صورة الإخلاص وبتصلي هي خايفة أن تكون صلاتها مش صحيحة لا إن شاء الله صلاتها صحيحة فاتقوا الله ما استطعتم وربنا يتقبل منها ولا مانع من وقت للتاني نعينها فيه أن نحن نحفظها حاجة تانية ناخد ثواب لكن إن صلت على هذا الحال إن شاء الله ربنا يتقبل منها